النهاردة كمان وزارة الصحة اعلنت انها هتطلق غداً لحد 11 فبراير الحملة القومية لتطعيم 16.5 مليون طفل من مرض شدل الاطفال ودي الحملة السنوية اللي بتقوم بها وزارة الصحة من منطلق واجباتها ومسئولياتها الوطنية للحفاظ على الاطفال وصحة الاطفال المصريين لتطعيم الاطفال سواء من خلال التطعيمات اللي موجودة في مكاتب الصحة والأهالي اللي بيروحوا بأولادهم او حتى من خلال التطعيمات الديليفري اللي وزارة الصحة بتروح بيها لحد القرى والبيوت واتخبط على الناس والطعام الولاد وده جزء محترم من مسئولية وزارة الصحة